ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين السؤال هل تجب الزكاة في الحليء؟ وكيف يتم إخراجها هل بالقيمة أم بالوزن؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى المتين أما بعد فلا خلافة بين أهل العلم في أن الحلي الحرام وهو ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة كالأواني الذهبية والفضية والمجامر والملاعق وما يقتنيه الرجال من حلي حرمه الشرع عليهم فإن الزكاة تجب فيها وإنما الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء ومن أسبابه أن من اعتبر المادة التي صنعت منها الحلي وهي نفس المعدن الذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع أوجب الزكاة في الحلي كما أوجبها في النقد ومن نظر إليها باعتبار السماعة والسيارة فأشبهت بالسماعة عموم المتاع الذي يقتنى لإشباع الحاجيات الشخصية وهي ليست من الأموال النامية أو قابلة للنماء والاستغلال كالأثاث والثياب التي لا تجب فيها الزكاة إجماعا نفى الزكاة في الحلي بهذا الاعتبار والظاهر أن من اعتبر المادة التي صنعت منها الحلي أولى في تقرير وجوب الزكاة فيها ويشهد لذلك عموم الآيات والأحاديث الشاملة لها والآمرة في الزكاة منها قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ عَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وفي الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي بها جنبه وجبينه ظهر وقد اتفق العلماء على أن المرادة بالكنز المذكور في النصوص هو كل ما وجبت فيه الزكاة فلم يؤدي زكاته فعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فالحاصل أن الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ثم قال الخطاب ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والإحتياط أداؤها والاعتبار في الزكاة بالوزن لانضباطه لا بالقيمة لاضطرابها ولأنه قد اعتبرنا الحلي من المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدة يجري فيه التعامل بين الناس فكان نصاب زكاة الذهب عشرين دينار وهو يمثل خمسا وثمانين غراما وفيه ربع العشر اثنان ونصف في المئة أما نصاب الفضة فمئتا درهم وهو يمثل خمسة وتسعين غراما وفيه ربع العشر ايضا والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى المدين وسلم